وبشأن قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية قال رئيس اتحاد الحقوقيين في ذقار محمد راضي بحر إن قانون العقوبات الحالي لا يزال متمسكا بالفقرات السالبة للحرية موضحا أن القانون الجديد لجأ إلى العقوبات البديلة لاحظ أن قانون العقوبات العراقي النافذ الحالي لا يزال متمسك بالعقوبات السالبة للحرية وهي عقوبات قد تكون لربما عن جرائم خفيفة أو مخالفات أو جنح بسيطة لا ترتقي إلى أن تقيد حرية المواطن وبالتالي أن كثير من البلدان العالم تتجهت العقوبات البديلة السالبة للحرية وهي فيها منفعة أكثر وأيضا تراعي مصالح الدولة وكذلك مصلحة مرتكبة جريمة أيضا هناك لدينا مواد في قانون العقوبات النافذ هي مواد فيها انتهاكات واضحة وصارخة لحقوق الإنسان كالماد 41 من القانون العقوبات التي تجهز الضرب للأباء الأبناء والزوج لزوجته